عندما حمت بغداد دمشق من السقوط 47 عاما مرت على تلك الأيام شهدت خلالها الأمة العربية آخر جولات الشرف المنبعث من همة جنود لا من توجهات الساسة تشرين الأول عام 1973 جبهتان سورية ومصرية تفتحان النار على الكيان الصهيوني في ظروف دفعت العرب للبحث عما يغسل عار نكسة حزيران تلك الحرب القصيرة زمنيا بما حققته من انتصار ولو جزئيا لم تكن حربا سورية مصرية فحسب شراكة عربية كبيرة منهم من حارب مستخدما سلاح النفط وآخر الدبلوماسية وآخر لبا نداء الواجب دون انتظار دعوة من أحد الجيش العراقي في عهد الرئيس الراحل أحمد حسن البكر ثالث أكبر قوة عربية شاركت في القتال لما تعذر عليه طريق مصر أرسل طائرات هوكر هنتر لتعزف الضربة الجوية الأولى للحرب على الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية سجل بطولات وملاحم كبيرة ما زال أهل القنيطرة وريف دمشق جنوبي الغربي يذكرونها تعظيما وإجلالا لواء عراقي مدرع بقيادة الرائد الروكون سليم شاكر الإمامي يدخل سوريا ومن ثم تبعه لواء المشاة الألي ثم لواء مدرع آخر قوة التخطيط العسكري والانضباطي للجيش العراقي أنذاك وكذلك المعرفة الجيدة بالجغرافية السورية كان له دور كبير في منع الكيان الصهيوني من الوصول إلى دمشق حيث يخلد إرشيف الحرب أكبر عملية عسكرية بطولية قام بها الجيش العراقي في قمم جبل الشيخ وأدت إلى إعاقة تقدم القوات الصهيونية يضاف إلى ذلك ضربات قوية وجهتها القوات العراقية إلى القوة الصهيونية التي انتشرت في القنيطرة وأجبرتها على التراجع ولولا قرار إيقاف الحرب المفاجئ وما ظهر من القيادة السورية أنذاك لسارت الأمور على أكثر من المأمول أكثر من ثلاثمائة شهيد عراقي رووا بدمائهم الأرض السورية وما زالت قبورهم حتى الآن في دمشق شهيدة على زمن عزة العراق وغيرته على الأمة تمر ذكرى حرب تشرين في ظروف التطبيع المذلة لتبعث تفاصيل التضامن العربي فيها أملا جديدا مبنيا على أن ضمير الأمة سيبقى حيا ولو تعثرت السياسة وحاد قادتها عن جادة الطريق ترجمة نانسي قنقر